علشان تكون بصير في علاقتك بالعطاء محتاج تحذر في الزمن ده كثرة الدعوات للفردية والأنانية دينا في توازن ما بين انك انت تاخد بالك من العطاء انك انت تكفي نفسك وتكفي أهل بيتك لكن كمان لو ربنا موسى عليك لازم تدوأ غيرك من فضل ربنا سبحانه وتعالى بل أقولك على حاجة حتى لو مش كتير بس في وقت من الأوقات ممكن تضحي بنفسك من أجل إنسان قريب منك هو أكثر احتياجا منك لكن كتير من الكلام اللي على السوشيال ميديا والكوتس اللي بنقراها في الزمن ده مرتبطة بالفردية وحدودك الشخصية وحكتك ومحدش يستغلك ومتبقاش مستباح صح الكلام ده صح بس لازم نوازن بينه ما بين أهل الكرم اللي في قديهم نعم سواء كان علم ينفع بيه غيره أو وقت يتواجد بيه علشان يواسي غيره أو فلوس ممكن ياخد من الزيادة أو في وقت من الأوقات ممكن يضحي باحتياجات لي علشان حد قريب مني احتياجاته أصعب والديئة اللي هو فيها أصعب فاخد بالك في الزمن ده من كثرة الدعوة للفردية والأنانية وما تنساش الناس لبعضها آه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصاك تخد بالك من نفسك ومن أهل بيتك فقال ابدأ بنفسك أولا ثم بمن تعول تعول يعني إن اللي أنت مسؤول عنهم فاخد بالك من نفسك كاف في نفسك وكاف في أهل بيتك وده الأصل لكن برضو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لك يا بصير إن الله اختص أقواما بالنعم لمنافع الناس يقرها في أيديهم ما بذلوها فإذا هم منعوها أخذها منهم فجعلها في أيدي أقوام آخرين في وقت من الأوقات هتحتاج أنك أنت يبقى عندك تجرد تجرد يعني إيه؟ يعني تنازل عن حق النفس من أجل أن أنا بن جد إنسان عايز أقول لك إيه يا بصير خد بالك من نفسك كفي احتياجاتك ودلع نفسك يا سيدي وكرم أهل بيتك آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه اللي في إيه ده ده ربنا مستخلفك مستأمنك عليه فدوّق اللي حوليك من خيرك لكن في وقت من الأوقات هيبقى فيه شيء من التضحية وحاول إنك أنت تنجو بنفسك من كثرة الدعوات بتاعت نفسك نفسك وما تبقاش مستبع حد يشدوس عليك الكلام ده صح في وقته لكن فيه صح تاني مرتبط بأهل الكرم والسند والدعم وفكرك إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام زوجته السيدة خديجة قالت له أنت مش هيحصل لك أي حاجة تئذيك والله لا يخذيك الله أبداً وذكرت صفات النبي إنك لتصل الرحم بتساعد قريبك وتحمل الكل الضعيف أنت اللي بتسنده وتقرد ضيف ما فيش حد بيجي لك بيتك إلا وتكرمه وتعينه على نوائب الظهر لما تحصل مصيبة الحد الملجأ النبي عليه الصلاة والسلام هو المعين على مصائب الظهر فكن محمدياً بصيراً بعلاقتك بالعطاء فاللهم يا كريم يا ذا القوة المتين يا واسع العطاء ويا دافع البلاء اللهم ارزقنا الكرم إذا أعطينا واملأ قلوبنا بالتواضع والإخلاص بعد العطاء وافتح لنا أبواب الخير واكتب لنا التيسير في كل أمر اللهم اكفنا بما شئت وكيف شئت واجعلنا يا مولانا من المحسنين وصل اللهم وسلم وبارك على من فاض عطاؤه على أمته في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين